لما تسمع أن أخ قتل أخته وحاول يفصل رأسها من جسمها على طول هيتبادر لزهنك أن الموضوع فيه قضية شرف ولكن ما تاخدش بالمظاهر عشان إيمان اللي عندها 30 سنة وقعدت بورسة عيد وطلقة وعندها طفلة وبعد الطلاق قعدت مع أمها وأخوها في بيت أهلها عايشت وتصرف على نفسها والأمور تماشية تمام إلا أن فوجئنا أن هي سبب بيت أهلها وأكجارت شقة وقعدت فيها هي وبنتها الأمر تمام ماشي محدش يقول حاجة إن حقا أنها تحيش لوحدها لكن في يوم صحينا لأينا إيمان بتصرخ على سلم العمارة بتاعتها وأخوها بدازل تعن فيها وحاول نفصل رأسها عن جسمها ليه الحكاية دي؟ اللي حكى الحكاية واللي قال السبب الأصلي في الموضوع هو محامي إيمان محامي إيمان كان مسك قضيتها لما انتهى أنصابة السنة اللي فاتت وضربتها عجلة فهو مسك القضية عشان يجب لها تعويض لأن البنت إصابتها كانت خطيرة محامي قال إن إيمان اشتكت لي إن أخوها بيت لصص عليها وهي بيت أهلها وبيحاول أن يبص عليها وهي بتغير هدومها وأنه بيحاول أكتر ممرة أن يلمس جسمها وهي خايفة عن نفسها وعلى بنتها وأن هي هتاخد شقة بالإيجار وتبعد عن بيت أهلها وأنا شجعتها على كده وفعلا نقلت لبيت المكان تاني وكان أخوها دايما بيأخذ بنيها فلوس عشان هو مدمن وهي عشان خاطر تسكته وعشان تكفي نفسها شره وكان بتدير الفلوس إلا إنه جيف يوم قال لها هاجئ البنت عشان خاطر ماما عايزها هتقدم معها يوم قدت له البنت والبنت رحت معاه لقاها جايل تاني يوم لوحده البنتي فين قال لها ده لا كنت عايز بنيك فلوس وتحجم عليها وحاول إنه هو يعتدي عليها البنت قومته وهو كان طبعا متعاطي حاول إنه هو يختصبها جرت على السلم هو أسرع وراها وكان مع سكينة ضربها 17 تاعنا وجيه على رقابتها وكان بينحرها حتى إن الرقابة كنت حتنفصل على الجسم لأن جيران لحقوا وصرخوا عشان الناس تلحق إيمان ولكن كان عوران تاها اللي يشوف الغضية يقول إن هي إيمان كانت أخلاقها غير سليمة وإن أخوها شاف عليها حاجة وعلى هذا إنه هو أدبحها ولكن بدأت أخوزه بمظاهر وبرضو من الموضوع ده نقول إن الإخوات يعني رب العزة لم قاله وافصله بينهم في المضاجع فكان معناه إن برضو الولد والبنت حتى لو أخ وأخت نحرص ما فيش حاجة اسمها أخ وأخت دلوقتي الجرائب بتقعد بقت بين الرجل والست أخ وأخت أب وبنت خلي بالكوا واستعيذوا من الشيطان وربنا كفين عشر سلام